السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مع برنامج ArchiCAD 24 هو من إنتاج شركة جراف سوفت هو يعتبر أول برنامج من برامج البيم وهو فعلا مطبق القواعد بتاعة البيم ومرتزم بها بشكل خروفي وهتلاقي شوية مزايا حلوة جدا هتعجبك إن شاء الله أي أن كان البرامج انتشغل فيه في مجال البيم هتلاقي شوية أفكار حلوة تقدر تفكر فيها وتتمنى أنها موجودة في البرامج انتشغل فيها بالله هنا أنا أقدر أبدأ جديد أو براوس أو تيم وورك لو هنشغل مع بعض طيب هقول له new تمام فبيقول لي the code meter hardware key you are currently using to be converted to HID طيب هقول له close بيقول لي هتبدأ من template هتلاقي كاز template هتقول له browse template وتدور على أنتداد tbl the code طيب هقول له new هل أنت عايز تقدر تشوف دروس عن larchicad وإزاي تشغل عليه تقدر لو في أمر مش عارف وتستخدمه تقدر تشوف الأمر ده مواصفته إيه قائمة windows هتلاقي هنا كذا tool bar تقدر تفتحهم وتقدر تشغل عليهم مثلا model check تقدر تسحبه ما ستحطه في أي مكان نتعايزه وتلاقي هنا في القائمة أوامر كثيرة جدا فيه أوامر خاصة بالدزاين انت تبدأ ترسم فيه حاجات خاصة بالviewpoint انت تحط section أو elevation فيه حاجات خاصة بالكتبات و document هتلاقي هنا بقى اللي هي project browser اللي هي ground story 1, story 2 وهكذا details كل الحاجة اللي احنا محتاجين احنا نشوفها والفاشل هو موجود هعمل على select وادس right click وقول له إن أنا عايز أشوف ال selection دوت لما تعمل setting بتاعته أو تقول له وفتحه لي بالشكل دوت وهي الدوار اللي احنا اتكلمنا عنها ground and story 1, story 2 ونرجع هنا هتلاقي الأمر بتاعت ان انت ترسم مثلا wall column beam هتقول له wall هيبدأ يديك الاختيارات الخاصة بالwall وتبدأ ترسم زي ما انت عايز زي ما انت شايف زي ما انت شايف زي ما انت شايف هم لنشأ زي ما انت شايف زي ما انت شايف زي ما انت شارك